اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة برئاسة الدكتور والحلق رئيس مجلس الوزراء تواصل سلسلة لقاءاتها التشاورية وتلتقي أعضاء المكتب التنفيذي لنقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات والحلقي يجدد تأكيده أن الحكومة جادة في تعاطيها لموضوع الحوار مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية والأهلية بما في ذلك قوى المعارضة في الداخل والخارج ومن يلقي سلاحه استعرض الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء الإجراءات واللقاءات التي قامت بها اللجنة الوزارية مع القوى والأحزاب السياسية كافة لتوفير المناخ المناسب لنجاح الحوار الوطني وذلك خلال لقاء اللجنة مع أعضاء المكتب التنفيذي لنقابتي المهندسين ومقاولي الإنشاءات وأكد الحلقي أهمية دور النقابات المهنية في تعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف وحج الطاقات الوطنية ووضعها في خدمة الوطن كما أكد أهمية التعاون والتنسيق بين نقابتي المهندسين والمقاولين بما يؤدي إلى تكامل الجهود وحسن تنفيذ المشارع التنموية والخدمية وسرعة إنجازها وفق البرامج الزمنية والمواصفات المحددة خاصة وأن سوريا ستشهد بعد انتهاء الأزمة حركة نشطة في مجالات البناء والإعمار ونوى الحلقي إلى اهتمام الحكومة بالارتقاء بمستوى وفاعلية القطاع الهندسي من أجل تحسين مخرجاته ودفعه نحو خطوات متقدمة إضافة للاهتمام بقطاع المقاولين باعتباره قطاعا وطنيا رديفا للشركات العامة من أجل تغامل الأدوار انطلاقا من مبدأ التشاركية أعضاء المكتب التنفيذي لنقابتي المهندسين والمقاولين بيّنوا تأييدهم للبرنامج السياسي باعتباره المخرج الوحيد والآمن من الأزمة معبرين عن وجهة نظرهم المتمثلة بالتأكيد على الثوابت الوطنية ووحدة الشعب السوري وعدم التدخل الخارجي ومحاربة البيروقراطية والفساد وإشراك النقابات المهنية في عمل اللجان الحكومية نحن في نقابة المهندسين نملك الطاقات والقدرات الفنية لإعادة الأعمار وإصطاح ما تم تخريبه وبحكم قدراتنا وطاقاتنا من المهندسين والفنيين والعمال هذه الطاقات التي تستطيع أن تبني سوريا وتعيدها إلى ما كانت عليه بحكم كل الخبرات الموجودة في هذه النقابة ثم طرح كافة الحلول لحل مشاكل المقاولين ومشاكل المهنة حاولنا بكل جهد حتى نطلق الحوار مع أخواننا وزملائنا المقاولين أن يكون طاقات لأعمار هذا البلد وعلى هامش اللقاء جرى حوار تفاعلي تناول مختلف القضايا التنموية والخدمية والاقتصادية وآليات إنجاح الحوار الوطني مثمنين بطولات الجيش العربي السوري في دحره للإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن